ميدانيا استشد وأصيب عشرات الفلسطينيين بينهم أطفال ونساء في عدوان الاحتلال المتواصل على قطاع غزة لليوم الثاني والاربعين بعد المائة على التوالي وفي حصيلة غير هائية ارتفع عدد الشهداء إلى تسعة وعشرين الف وستمائة واثنين وتسعين شهيدا وتسعة وستين الف وثمانمائة وتسعة وسبعين جريحا منذ بدء العدوان في السابع من شهر أكتوبر الماضي لليوم الثاني والاربعين بعد المائة على التوالي يواصل جيش الاحتلال الاسرائيلي عدوانه على قطاع غزة حيث يستمر سقوط الشهداء والمصابين أغلبهم من الأطفال والنساء في خان يونس استشهد عدد من الفلسطينيين وأصيب آخرون بجروح مختلفة إثر تجدد القصف المدفعي الاسرائيلي على المناطق الغربية للمدينة وعلى حي الصبر وفي منطقة الشعف شرق مدينة غزة استشهد شخص وأصيب آخرون في غارة إسرائيلية استهدفت منزلا بالتزامن مع إطلاق نار من طائرات الاحتلال المسيرة وقصف مدفعي على الأحياء الشرقية للمدينة كما شاهد حي الزيتون جنوب مدينة غزة اشتباكات عنيفة وسماع دوي انفجارات وفي بيت لهيا قالت مصادر محلية إنه تم انتشال شهيدا جراء قصف منزل فيما كان هناك العديد من المفقودين تحت الأنقاض المصادر أضافت أن طائرات الاحتلال الحربية استهدفت تجمعا للمواطنين في مخيم الشاطئ مما أدى لاستشهاد وإصابة عدد من المواطنين بجروح خطيرة وهكذا تواصل دولة الاحتلال لارتكاب المجازر بحق الفلسطينيين ليناهز عدد الشهداء منذ السابع من أكتوبر الماضي نحو ثلاثين ألفا والمصابين نحو سبعين ألفا في ظل صمت دولي مخزن وفيتو أمريكي يقف بالمرصاد لكل محاولة لوقف إطلاق النار في القطاع الذي بات يفتقر لكل معاني الحياة وأصبح فقط موطنا للموت والجوع اشتركوا في القناة